رياضيا ينهي المنتخب المصري ليوم الاستعداد لمباراة السنغال الأولى التي تقام مساء غد على استاد القاهرة الدولي ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وأعلن ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر أن محمد صلاح جاهز للمشاركة بشكل طبيعي مضيفا أن صلاح اشتكى من آلام عضلية حرمته من خوض لقاء لفربول ونوتنجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي لكنه يخضع لتدريبات علاجية وسيكون جاهزا لمباراة السنغال